السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بالدرس الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام مني في اللغة الإنجليزية مني بمعنى العديد أو الكثير من تستخدم قبل الأسماء الجمعية المعدودة يعني ممكن عدها مثل عدنا سيارة يعني one car, two cars, three cars, four cars ممكن نستخدم معها many cars العديد من السيارات many books العديد من الكتب نتحدث عن جميع استخدامات many وكيف أستخدم many في السؤال من المهم جدا معرفة استخدام many لأن الكثير نستخدمها في المحادثة إذن كما قلنا تستخدم قبل plural countable nouns إذن قبل الأسماء المعدودة الجمعية مثل عدنا cars, books, years, tables, pins إذن نستخدم معها many قبلها many cars يعني سيارات عديدة أو كثيرة many books العديد من الكتب أو الكثير من الكتب many years العديد من السنوات أو الكثير من السنوات many tables العديد من الطاولات many pins العديد من الأقلام إذن أول شيء يجب أن أعرفه قبل الأسماء المعدودة الجمعية إذن many بمعنى عديد أو كثير a large number of something يعني رقم كبير من شيء ما size of number إذن كم الرقم من شيء معين they don't have many chairs لم يتبقى لديهم العديد من الكراسي إذن they don't have لا يوجد لديهم العديد من الكراسي المتبقية لكن لا نقول لم يتبقى لديهم العديد من الكراسي there are too many people in this room إذن يوجد دائما there are بمعنى يوجد أو هناك وناس كثيرون جدا لاحظ too many أيضا نستخدمها كثير جدا أو عديد جدا هناك وناس كثيرون جدا في هذه الغرفة أيضا نستخدم many's بهالشكل هذا نضع بصرف S many's the استخدم مثلا the time إذن كثير من الوقت إذن بس نستخدم الكثير من شيء معين مثلا many's the time كثير من الوقت I heard them sing this song إذن كثير من الوقت سمعتهم hear them سمعتهم يغنون هذه الأغنية إذن كثير من الوقت يعني مرات كثيرة إذن سمعتهم يغنون هذه الأغنية إذن نستخدم many's the العديد من شيء معين أيضا نستخدم many بعد of يعني many of يأتي بعدها أحد الضمائر كما نعلم الضمائر سبع إذن الضمائر إذن ضمائر بحالة المفعول به أو بحالة الملكية مثلا them you us ممكن شخص يقول لي لماذا لما نستخدم me him her it أكيد ما نستخدمه لأنه بحالة المفرد many بحالة الجمع إذن نستخدم many of them العديد منهم many of you العديد منكم many of us العديد مننا وأيضا ضمائر بحالة الملكية مثلا many of my his her its our your their إذن نستخدم many of وحد هذه الضمائر طبعا نتكلمنا نحب أن يرجع فيديوهات سابقة قد تكلمنا عن استخدام الضمائر أول جملة many of us play video games إذن لاحظ إذن هيا صارت بحالة الفاعل many of us العديد مننا أو الكثير مننا play يلعب ألعاب الفيديو لأنه كما نعلم بالجملة الإنجليزية بيكون بالأول الفاعل وبعدين عدنا الverb الفعل وتكملت الجملة الفاعل many of us العديد مننا أو الكثير مننا play video games اللاحظة استخدمنا الضمير us many of his cars are white العديد من سياراته لحظة في الجملة أولا us استخدمنا his لا نقول many of his يجب أن نذكر ما هو الاسم أو الشيء الذي يملكه many of his cars are white العديد من سياراته بيضاء يعني تكون بيضاء أو بيضاء أيضا هذا الفاعل many of his cars الفاعل are white إذن عند الحديث أو المحادثة أو الكلام بتسهل علي طريقة التحدث it was one of my many mistakes إذن كانت أحد أخطاء الكثيرة إذن بهذا الشكل نستخدم بعد many of واحد هذه الضمار many of us play video games many of his cars are white it was one of my many mistakes كيف أستخدم many في حالة السؤال أضع قبلها how many how many يعني كم عدد الجملة الإنجليزية كما قلنا فاعل وفعل تكملة الجملة أريد أن أشكل السؤال فقط أضع فعل مساعد في بداية الجملة وضع علامة استفهام إذا أردت أن أستخدم how many نفس الجملة العادية الشكل لها السؤال فقط أضع how many كم عدد كم عدد ماذا الاسم الذي يتحدث عنه إذن الاسم ونفس الجملة يكون شكل السؤال إذن how many بعدين الاسم الذي يسأل عنه الفعل مساعد لأنه دائما الفعل مساعد سمنا فعل مساعد كما قلنا كثيرا إلا أن يساعدنا على تشكيل السؤال كل زمان في إلو فعل مساعد خاص بيت كلمنا اللي حب يرجع على كل الأزمنة تحدثنا عنها بشكل مفصل الفاعل والفعل تكملة الجملة إذن بشكل سهل فاعل فعل تكملة الجملة هذا الجملة إنجليزية أريد أن أشكل السؤال خطوة خطوة أضع فعل مساعد في بداية الجملة أريد أن أستخدم how many فقط أضع how many بداية الجملة بعدين الإسم الذي أسأل عنه انتهينا إذن اللاحظ أول جملة how many cars do you have كم عدد أو كم من السيارات لديك اللاحظ استخدمنا how many هذا الجزء الأول عدنا cars هي الإسم do الفعل مساعد بالمضارع البسيط you الفاعل وhave الفعل وإذا عدنا تكملة جملة أو كلام إضافي نضيفه خلصنا بهذا الشكل الجملة الثانية how many cars did you buy كم من السيارات اللاحظ نفسها أسأل عن السيارات ممكن أغير how many books how many cars how many tables how many chairs how many doors اللي تحب استخدمت الماضي did الفعل مساعد بالماضي الفاعل ممكن أغيره I he she it we you they كما قلنا سبعة ضمار استخدم الضمير المناسب لك على حسب الموقف buy بدأ لها استخدمت buy كلها نفس الترتيل how many cars did you buy يعني كم من السيارات اشتريتها ممكن شخص يسأني كيف عرفت أنه بالماضي لأنه عدنا did انتهي هنا الجملة الثالثة how many cars will you take next year كم من السيارات او كم عد السيارات ستأخذ في السنوات القادمة ممكن نكتب next year ما تفرق معنا المهم انه بعرف كيف استخدمها how many cars will you take next year ممكن شخص يسأل كيف عرفت أنه بالمستقبل لأنه عدنا well إذن بدال دو استخدمنا well إذن كل زمن فيه له فعل مساعد خاص به بدال buy استخدم take نفس الشكل next year هي تكملة الجملة لأن عدنا ها ومني كما قلنا نبدأ فيها الاسم اللي يتحدث عنه بعدين الفعل مساعد بعدين الفاعل وعدنا الفعل وتكملة الجملة لاحظ عندما استخدم there يأتي بعدها are طبعا is أو are is بحالة مفرد لكن عدنا نتكلم عن many بحالة الجملة نستخدم are there are يوجد أردت أن نشكل السؤال فقط هذا are في بداية الجملة تصبح are there طبعا دائما نبدأ بحرف capital letter حرف كبير لاحظ how many كما قلنا الاسم يتغير how many months كم شهر are there يوجد لا نقول there are كما قلنا نشكل السؤال how many months are there in a year يعني كم شهر في السنة لاحظ طبعا كتبنا أول شيء year how many days كم يوم are there هناك in a week في الأسبوع إذن كم يوم في الأسبوع how many hours التي أتشمعت الفض كم ساعة are there هناك in a day في اليوم how many minutes كم دقيقة are there in an hour طبعا استخدمنا an لأنه عندنا الـ h ما تلفظ نبدأ بحرف صوتي نتكلمنا عنها بدروس ماضية كم دقيقة في الساعة how many seconds are there in a minute كم ثانية في الدقيقة how many months are there until إيد لأننا نستخدم in a خلاص until إيد يعني كم شهر باقي حتى العيد أو للعيد until حتى عيد إذن إيد إذن عيد نكتبها عيد إيد إذن بعد الشكل استخدمنا how many الاسم عندنا الفعل المساعد دائما فعل الكون هي فعل بالجملة فعل أساسي أثناء السؤال بس نقلبها are فعل مساعد there عندنا الفعل in a week أو in a year أو in a day وهكذا إذن تكملت الجملة آخر جملتين بحالة السؤال how many years ago did you start learning English كم سنة مضت بدأت فيها تعلم الإنجليزي يعني منذ متى تعلمت أو كم سنة منذ بدأت تعلم اللغة الإنجليزية how many years ago did you start school إذن كم سنة مضت منذ بدأت المدرسة إذن لاحظ how many years كما قلنا how many الاسم استخدمنا منذ مضى دائما أقول أن ترجمها منذ بعدين مضى did you did فعل مساعد you start school بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا في عن استخدام مني كما قلنا من المهم جدا تعلم استخدام مني تفيدنا كثيرا أثناء الحديث عند السؤال عن عدد معين أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته